جو تيتشر تعليم بلا قيود السلام عليكم حبيبنا جيل 2007 طلاب العلمي طلاب الصناعي نكمل معكم في حصة التأسيس الرابعة وختمنا في الحصة الثالثة المعادلة التربعية وكيف أنا أحللها وأوجد قيم X الآن بشكل سريع راح نكمل على حل المعادلة التكعيبية وأنا كيف بدي أحللها لكن ذكرنا في آخر الحصة الثالثة موضوع العام المشترك موضوع العام المشترك أنا بدي أخليه للآخر فرح أحكي عنه ورح أشرح عنه لكن أنا بدي أكت تتمكن من كل حالة مثلا تتمكن من المعادلة التربعية طبعا وبشكل سهل لازم تتمكن من المعادلة الخطية اللي هي البسيطة جدا اللي هي ما بتحتاج إلا أنه تترك X على طرف مسواة والأرقام والأعداد على الطرف الآخر ومنحلها ونتخلص من كل إشي حولها الآن نيجي على الاقتران من الدرجة الثالثة طبعا الاقتران من الدرجة الثالثة فأكثر شو يعني أي اقتران غير التربيعي شفت أنت X تكعب طبعا هنا بدك تنتبه لي عشر لي إذا ما في عامل مشترك هاي جدا مهمة يعني مثلا أنا والله كطالب إجيت اطلعت هنا أنا هنا إجيت بدي أطلع أنا بهاي المسألة هنا أنا في عندي X هنا عندي X فالآن اطلعت هاي عندي معادلة تكعيبية من الدرجة الثالثة تمام؟ لأنه الـ X أكبر قوة إلها تكعيب لكن إجينا طلعنا بشكل سريع إنه هنا في عندي X وهنا في عندي X وهنا في عندي X بما إنه في عندي X فيهم الثلاث إذن هنا لازم تسحب عامل مشترك فسحبنا العامل المشترك يلوين؟ الـ X إلى الخارج لما أسحب العامل المشترك إلى الخارج أنا مباشرة شو بدي أجب بنتج عندي في الداخل معادلة تربعية نتج عندي معادلة تربعية طبعا هاي المسائل يا طلابي الأعزاء متى رح تمر معك؟ رح تمر معك مثلا في الفيزيائية لم يجي يقول لك أوجد السرعة عندما المسافة تكون صفر فأنت الآن هذه تعتبر زي اقتران مسافة تي تكعيب ناقص ثمانية تي تربيع زائد سبعة تي الآن الطالب بهاي الحالة لما يجي بده يحلل أنا أول إشي بده يتطلع عليها بده يسحب للتي عام المشترك طبعا هاي زي هيك اقترانات هاي بصراحة أحكي لكم إياها هاي سؤال وزاري خطوة أول خطوة بس إنك بدك تساوي بالصفر والباقي بيصف عليك هو عبارة عن شو؟ عن أساسيات طب هاي معادلة تربعية يا أستاذ أنا التي ما بتتحلل خليتها برا طبعا إحنا بالنسبة للعامل المشترك بشكل سريع العامل المشترك أنا راح أحكي عنه هون لأن هون ذكرته بشكل سريع هيك بشكل بسيط العامل المشترك لازم يكون مشترك فيهم في كل الحدود طبعا مشترك إما بالعدد أو مشترك بالمتغير هاي جدا جدا مهمة لازم تسحب العامل المشترك قبل ما تحلل بيسهل عليك وبيريحك من التحليل الآن هاي معادلة تربعية بدأ افتح لها قوسين صغار T T عددين ضربهم سبعة يلا زي ما تعلمنا الحصة الماضية عددين ضربهم سبعة جمعهم لأنها موجب جمعهم ثمانية إذا ما فيش عندي قير السبعة والواحد طب يلا هاي إشارة الكبير أضرب سالب ضرب موجب سالب ضرب موجب سالب تمام فالآن هنا عندي صارت عندي T إما تساوي صفر أو T شو اللي بصفر هذا القوس يعني أنا الآن صار عندي ثلث شغلات بضربه ببعض ناتجهم صفر يا إما الأول صفر يا إما الثاني صفر يا إما الثالث صفر طب الأول ما فيش قير T إذن بس T صفر طيب هنا بهذا الثاني T ناقص سبعة شو اللي بخليها صفر إذن السبعة وهونا T كم بتكون شو اللي بخليها T ناقص واحد T بتساوي واحد إذن زيك أنك بتعكس شارة العدد اللي داخل القوس اللي داخل القوس فهاي جدا جدا مهمة بالنسبة للعامل المشترك ممكن العامل المشترك ينتج بعد العامل المشترك ينتج لك معادلة تربيعية ممكن ينتج لك معادلة خطية إلى آخره لكن أنت مهم جدا تنتبه إذا في عندك عامل المشترك وهو الأساس يعني أول إشي قبل ما أبلش التحليل لأنه ليش أنا بدي أشرب كلاس مي لأنه العامل المشترك في بعض الأحيان العامل المشترك يا طلاب الأعزاء العامل المشترك إذا بتسحبه بريحك من المعادلة لأنه في أسئلة الوزارة ما بيجيب لك معادلة تربيعية مباشرة ما بيجيب لك معادلة تربيعية مباشرة بيجيب لك إيادك تسحب عامل مشترك ترتاح شوي الآن خصوصا لطلاب العلمي وبصراحة أنا هاي بالنسبة لهاي المسألة العامل المشترك بعدين ينتج لك معادلة تربيعية كثير بيحبوها لطلاب الصناعي تمام الآن بالنسبة للمعادلة التكعيبية فأكثر ها يعني إذا أنا شفت قوة تكعيب قوة أربعة قوة خمسة إلى آخرين أنت الآن يعني لازم تختار طريقة تحليل وهي طريقة واحدة أنا بالنسبة لإلي لطلابي بعلهم الطريقتين طريقة القسم الطويلة وطريقة القسم التركيبية الآن الطالب باختار اللي بده إياه أنت بتختار اللي بدك إياه أنا ما عندي أي مشكلة في الاختيار طيب بسا كيف بدي أعرف هاي المسألة بتنحل على القسم التركيبية أو القسم الطويلة طبعا الثنتين بنفس الطريقة والثنتين صح وعمل اللي بدكية والطلابي الأول الثانوي أخذوا كمان طريقة الجدول في الكتاب وبتزبط كمان كلها بنفس الطريقة اختار اللي بدكية لكن أنا بنظري أنا كأستاذ مجدي وبحب أعلم طلابي بحكي له القسم التركيبية الحمد الآن أنا اتطلع علي أنا هاي أولا المسألة أول إشي القوة تكعيب إذن أنا بالنسبة لي ما بتزبط معي في المعادلة التربعية ولا بالمعادلة لطريقة المعادلة الخطية طيب عندي أكثر من نوع من الإكس الآن داجي بتطلع هل يا أستاذ في الحدود الأربعة هذول في عامل مشترك؟ يجينا نتطلع والله بالأعداد ما في عامل مشترك طبعا لازم العامل مشترك يكون فيهم الأربعة مش في اثنين ولا بواحد تمام؟ طيب إذن أنا شو بدأجي أتطلع؟ باجي بتطلع يا أستاذ بما إنه ما في عندي عامل مشترك إذن أنا دستخدم طريقة شو هي الطريقة يا أستاذ؟ بتيجي بتقول لي بتروح على العدد الحد الثابت بتروح على الحد الثابت طيب شو بدأعمل بالحد الثابت؟ بتقول لي يا أستاذ شو عوامله؟ الستة بتيجي من اثنين والثلاث صح؟ والستة والواحد طبعا الآن لما أنا حطيت لك هاي الأرقام لكل الرقام شو بدك تضيف له؟ يا موجب يا سالب يا موجب يا سالب يا موجب يا سالب الآن بدك تصير تجرب مين اللي تعويضه؟ ناتجه بطلع عندي صفر ناتجه بطلع عندي صفر الآن انت كطالب يلا الآن نجرب أنا طبعا حالها بشكل سريع أنا قيل لك أنه الواحد لما تعويضه بطلع معك صفر تمام وهي سهلة تمام؟ الآن أنا كطالب بما أنه الواحد عندي ضبطة طبعا شو بدي أعمل؟ بدي أجي أحكي كالتالي أنا بحط القوس الأول اللي هو بما أنه الواحد ركز معي إذا الواحد عندي طلعت هي الصفر بتيجي بتفتح لي قوس صغير بتحط فيه اكس الواحد ها شو العدد واحد فأنت بتحط هنا ناقص واحد طب إذا ضبط معي السالب واحد شو بتحط هنا زائد واحد تمام؟ هاي مهمة جدا الطالب اللي بده يجيب العدد المعامل بتحط في القوس عكس إشارة العدد تمام؟ هي بالأصل دايما ناقص إحنا إذا بدنا نيجي نعتبرها إنت دايما نخليها اكس ناقص شو العدد اللي طلع معك واحد؟ طب لو طلع معي سالب واحد بتصير إيش؟ سالب وراه سالب بتصير عندي موجب تمام؟ هاي نقطة مهمة طيب الآن بعد ما طلع معنا إذن القوس الأول طلع معي إكس ناقص واحد بتفتح لي قوس كبير بدنا نفتح قوس كبير طيب بعد ما فتحنا قوس كبير يا أستاذ الآن هذا القوس الكبير شو بده يصير عندي؟ هنا أنا معلمك القسمة التركيبية تطلع معي القسمة التركيبية إنت بدك تيجي تحط لي كالتالي بتحط خطين بهذه الطريقة تمام؟ طبعا هنا الكتابة أنا مكتوبة من اليمين لليسار وكتبت من الليسار لليمين نفسي إيش ما بتفرق معك تمام؟ الآن أنا مثلا بدي أجي أحكي بدنا نحط هنا إكس تكعيب إكس تكعيب إكس تربيع إكس والحد الثابت أو المطلق أو أي إشي الإكس تكعيب شو معاملها بهاي المسألة؟ اثنين الإكس تربيع بدك تنتبه لي لما تحط الرقم بدك تحط الإشارة معه سالب تسعة الثلاثة عشر موجب الثابت سالب ستة طب يا أستاذ شو العدد اللي أنت ظهر معك اللي هو مين؟ الواحد بتحط اللي إياه هون عجنب تمام؟ طبعا هاي الإشي أنا اللي قاعد بحكيه تذكير أنت المفروض كطالب أنت عارفه بالأول ثنون طيب أنا الآن حطيت الواحد دائما 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 أول عدد شو ماله؟ بنزل زي ما هو هاي اثنين تمام؟ الآن الآن أنا كطالب شو بدي أجي أعمل؟ طلعوا معي اللي بنحط هنا تحت الخط بدو ينضرب ضرب فاثنين ضرب واحد اثنين بنحط هنا اجمع سالب تسعة زاد اثنين سالب سبعة اضرب سالب سبعة ثلاثة ثلاثة زائد سالب سبعة شو بيعطيني ستة اضرب ستة في واحد ستة اجمع كم صفر لازم طبعا يطلع معك صفر اذا ما طلع معك صفر اذا انت هون حلق غلط في عندك خطأ في الإشارات بيكون تمام؟ هاي مهمة جدا طيب يا أستاذ الآن انت حكيت لنا القوس الصغير والقوس الكبير اكس ناقص واحد القوس الصغير خلصناه طب نيجي للقوس الكبير الدرجة اللي كانت موجودة عندي اكس تكعيب بتبلش الدرجة اللي بعديها بايش؟ بالدرجة الأقل منها فالعدد اللي هون هو معامل الاكس تربيع والعدد اللي هون هو معامل الاكس والعدد اللي هون هو معامل مين؟ الحد الثابت فصارت عندي المسألة اثنين اكس تربيع تمام؟ بعد ما اجينا حكينا اثنين اكس تربيع صارت عندي سالب سبعة اكس تمام؟ بعد ما حلينا السالب سبعة اكس بتصير عندي زائد مين؟ زائد ستة زائد ستة تمام؟ هاي الآن انا حليتها طيب يا أستاذ الآن شو بدي اجي اعمل؟ الآن اللي ظهر بعديها معك في القوس الكبير معادلة تربيعية طيب أستاذ تصير تقول لي أستاذ ما انت حكيت لنا بالفرق؟ اه بس أنا ركز حكيت لك بالفرق والمجموع بين مكعبين القوس الكبير ها طلعوا ركز بالفرق والمجموع بين مكعبين فقط القوس الكبير لا يحلل لكن هون المعادلة التربيعية هاي شو ما لها؟ هاي تحلل هاي المعادلة التربيعية تحلل بدك تحللها بنفس الطريقة بتروح بتضرب الاثنين هون أو بعملية التجريب زي محلتكم إياها بشكل سريع اضرب الاثنين صارت عندك اكس تربيع ناقص سبعة اكس زائد اتناعش الآن هاي شو مباشرة بتحط يا بتيجي بتحكيلي هون ناقص طبعا تمام هون بتيجي بتحكيلي اكس ناقص اربعة على اثنين واكس ناقص هون صح ولا لا هاي عندي ناقص اه ثلاثة على اثنين طب ساذيش قسمت على اثنين مهنا ضربت في البداية على اثنين طب هون كيف عرفت اربعة وثلاثة عددين ضربهم ثلاث مجموحهم سبعة عددين ضربهم اتناعش مجموحهم سبعة اربعة وثلاث تمام فاهم مهمة جدا فمن هون بتطلع معك اكس بتساوي واحد وهي الحالة الاولى اللي احنا طلعناها من هون اكس بتساوي عندك طبعا هون هاي اثنين اكس ناقص ثلاث بتساويها بالصفر ودي السالب ثلاث هناك صارت هون ثلاث على اثنين على اثنين صارت عندك الاكس ثلاثة على اثنين طبعا هاي اذا بتستخدم هاي الطريق راح تقلبك في الحل المعادلة انا ريحتك من هون مباشرة اكس ثلاثة على اثنين بنفس الحل ومن هون عندي اكس بتساوي اثنين عكس الاشارة تمام فهيكا انت كطالب بتكون تحلل اي معادلة تكعبية فما فوق انركز اللي بنتج في القوس الكبير يحلل وليس اشي لا يحلل اللي حكيت لك اياها في كلمة انه القوس الكبير لا يحلل فقط في المجموع والفرق بين مكعبين فقط لا طيب الان انا خليني بشكل سريع احلل لك بعض المسائل هنا طبعا هنا مثلا تحليل العوامل هنا عامل مشترك بشكل سريع يعني اللي صار معي يحلين عامل مشترك سحبنا هذولا حدين الحدين بالعادة اذا ما في عندك فرق او مجموع بين مكعبين اذا المباشرة هو عندك شو مباشرة عندك هو عبارة عن عامل مشترك شو المشترك بين ال اكس والاكس تربيع والله الاكس طلعناها برا طلعنا الاكس برا صارت عندي خمسة ناقص اكس من هنا اكس من هنا اكس بتساوي خمسة ومن هنا اكس بتساوي كم صفر هيك احنا حللناها الى العوامل طيب نيجي على هاي هاي معادلة تكعبية بشكل سريع الان انا عندي معادلة تكعبية اول اشي باسأل حالي هل في عامل مشترك في هاي المسألة لا والله ما في طيب شو بدي اعمل بدي ااجي احكي شو هو عوامل العدد اثنين ما هم فيش غيرهم يا اثنين يا واحد طبعا موجب وسالب طب يلا تعالا نعوض نعوض مرة الواحد اف الواحد واحد تكعيب واحد زائد واحد تربيع واحد اثنين هو واحد زائد واحد اثنين ناقص اثنين صفر اذا اول قوس عندي ظهر عندي مباشرة هو مين هو الاثنين طبعا شو بدي اجي اعمل الان الواحد الان بدي احط القوس الصغير اكس ناقص واحد طب بدي اعرف القوس الكبير القوس الكبير كيف بديك تعرفه عن طريق القسمة التركيبية تيجي منحط هيك اكس تكعيب اكس تربيع اكس والحد الثابت معامل الاكس تكعيب واحد معامل اكس تربيع واحد الحد الاكس اللي مش موجود بتحطي له صفر والثابت سالب اثنين الان انا عندي اللي زبط واحد خلينا نيجي انحل نزل اول واحد واحد ضرب واحد واحد اضرب اه اجمع واحد زاد واحد اثنين اثنين ضرب واحد اثنين صفر زاد ثنين اثنين اثنين ضرب واحد اثنين هاي تطلع عندي شو صفر الان هاي الدرجة كانت تكعيب فهنا راح تبلش بالأكس تربيع معامل X تربيع معامل X وهنا شو الحد الثابت فهيك أنا عرفت القوس الكبير هو عبارة عن X تربيع زائد 2X ناقص 2 طيب الآن أنا بدي أجي أطلع نتج عندي بالمعادلة التربيعية هنا في القوس الكبير طيب الآن بدي أجي أحكي هل في عندي عددين ضربهم سلب 2 وجمحهم 2 مش موجود هي أصلا يعني بدي أجي روح أطلع شو على المميز يلا نجي نتأكد من المميز بيتربيع ناقص 4 AC بيتربيع له معامل X هون عندي 2 فصارت 4 ناقص 4 ضرب 1 ضرب سالب 2 فالآن بدي تصير عندي 4 ناقص سالب 8 اجمعهم بطلع عندك كم 12 آه والله المميز شو موجب صح ولا لا مميز موجب إذن بما إنه موجب يلا بدنا نكمل بدي أجي أحكي إذن X1 بتساوي سالب B زائد جذر المميز على 2A سالب B عندك أصلا هي عبارة عن سالب 2 سالب 2 هي 2 صح وليس سالب 2 نعم والجذر المميز هو جذر الـ 12 يا زائد يا ناقص إحنا أخذنا أول مرة زائد خلاص حطها زائد أو ناقص على 2A اللي هي 2 خلاص بتوقف لهن أنت هيك عرفت له قيمتين لـ X طبعاً وما تنسى القيم الأولى القيم الأولى منها X بتساوي كم 1 X بتساوي 1 هاي بالنسبة للمعادلة التكعبية هنا نفس الطريقة باجي بتطلع الأربعة من وين جيتني الأربعة من الـ 2 بـ 2 أو الـ 4 بـ 1 نجرب أول مرة الـ 1 ضبطة الـ 1 خلاص إذا القوس الصغير الأول X ناقص 1 القوس الكبير بدي أقسم قسم تركيبية حط لي معامل X تكعيب 1 معامل X تربيع 3 هنا X تربيع وهنا X صفر مش موجود والحد الثابت سالب 4 فالآن مباشرة هاي الـ 1 يلا نزل أول 1 بتنزل 1 بـ 1 3 زائد 1 4 4 بـ 1 4 0 زائد 4 4 4 بـ 1 4 اجمعهم بعطيك كم 0 فالآن صارت عندي هاي معامل X تربيع معامل X وهنا الحد الثابت فهي القوس الكبير إذن هيا عندي X ناقص 1 X تربيع زائد 4X زائد 4 تساوي 0 تمام أو هو لأنه مش معطيني 0 إحنا خلينا نكمل بنفس الطريقة لأنه معطيني X نكمل إلى أن هنا X ناقص 1 إلى أن عدين ضربهم أربعة جمحهم كمان أربعة X زائد 2 والX زائد 2 كيف عرفت زائد زائد؟ بقول لك هاي بتحطها للأول وموجب ضرب موجب موجب إذن أمورك تمام هاي هيك إحنا حللنا المسألة بأبسط صورة هيك حللنا المسألة بأبسط صورة بصراحة موضوع التحليل جدا جدا مهم وهو يعني من أهم الأمور اللي إحنا بدنا نتعلمها تكون عندك القوة كويسة في هاي المسألة الآن بشكل سريع أنا بدي أحكي لك عن اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد قالينا الآن نتكلم أنا الآن بدي أعطيك بعض المسائل بعض المسائل اللي بتخلينا نتدرب على مثلا بشكل سريع أنا مثلا عندي هنا خمسة X تربيع ناقص 45 تساوي صفر الآن أنا عندي هاي المسألة الآن أنا دايما بطلع على أي معادلة وأنا بحلل فيها وأنا بحلها بدي أطلع على إشي مهم شو هو الإشي المهم الإشي المهم اللي أنا بدي إياه إنه أنا بدي أطلع هل كم عندي نوع للإكس إذا كان عندك نوع واحد النوع الواحد شو بدك تعمل فيه فقط أنت بدك تخلي الإكس لحالها والباقي على الطرف الثاني فالآن أنا بدي أتخلص من الخمسة وأربعين على الطرف الثاني فصارت خمسة X تربيع تساوي خمسة وأربعين على خمسة على خمسة الآن الإكس تربيع بتساوي كم؟ تسعة الآن هنا وهاي مهمة يعني بنذكر فيها الآن القوة دايما بتخلص منها بشو؟ بالجذر القوة دايما تخلص منها بالجذر الآن لما أطير أنا القوة مع الجذر إلا الجذر التربيعي والقوة التربيعية شو بدك تحط لهم؟ موجب أو سالب فالآن بدك تصير عندك شو جذر التسعة؟ ثلاث بس دك تحط لها يا موجب يا سالب فإذا الناتج هو يا موجب يا سالب ثلاث وهاي جدا مهمة نركز عليها الآن مثلا لو إجينا أخذنا عندي هنا ثلاثة X تربيع ناقص 27 أو خليها يتكعيب 27 X الآن إجيت بدي أطلع على هاي المسألة هاي المسألة كم عندي نوع من الـ X؟ والله عندي يا أستاذ نوعين كيف إحنا حكينا بدنا نحدد للمتغير أنواعه حسب القوة مهم جدا فالآن بدك تركز على القوة آه والله قوة مختلفة إذا النوعين طبعا أنا شو بدي أعمل في هاي الحالة لما يكون عندك نوعين أو حدين بتطلع علي شو الشكلات اللي فيها كان حدين يا فرق بين مربعين يا فرق أو مجموعة بين مكعبين هل هذه في واحد منهم يعني هاي إلها جذر تكعيبي؟ لا بتتحللش طب شو بدي أعمل دايما بتفكر بالعامل المشترك أول إشي فالآن أنا عندي هنا العامل المشترك ثلاث بالأعداد نوع السبع وعشرين تسعة بثلاث الإكس تكعيب بدي أسحب منها إكس الآن أنا بظل عندي إكس تربيع السبع وعشرين لما أخذ أنا منها ثلاث شو بدي أعمل؟ بظل عندي منها تسعة تساوي كم؟ صفر الآن صار عندي شكلتين مضروبات ببعض ناتجهم كم؟ صفر ناتجهم صفر يا إما يا إما الأول بيكون صفر يا إما الثاني بيكون صفر فالآن أنا هاي مباشرة إكس بتساوي صفر دايما لما تكون الإكس طال على برة وهي عامل مشترك دايما هي عبارة عن ناتجها صفر طب الآن أنا هاي شو؟ هاي عبارة عن فرق بين مربعين شو تحليلها؟ إكس ناقص ثلاث وإكس زائد ثلاث وهو التسعة لها جذر تربيعي والإكس تربيعي لها جذر تربيعي فالآن من القوس الأول إكس بتساوي ثلاث ومن القوس الثاني إكس بتساوي سالب ثلاث فهيك أنا الآن حلينا المعادلة التربعية وهيك تدربنا عليها بشكل سريع فضروري جدا الآن إحنا عنا العامل المشترك دايما ممكن ينتج منه ينتج منه يا إما معادلة بسيطة يا إما ينتج لي عندي فرق بين مربعين يا إما في المسألة الثالثة الآن نخذها بشكل سريع مثلا أنا عندي زي هاي إكس تكعيب ناقص أربعة إكس تربيع زائد أربعة إكس تساوي صفر فالآن أنا عندي هاي ثلاث حدود أنا هذول الثلاث حدود أنا هاي تجي تقول لي أستاذ هاي عبارة عن معادلة تكعبية يلا نحللها قسم تركيبية لا 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 هدي حالك شوي أنا عندي ثلاث أنواع أو ثلاث حدود أنا الآن باجي بتطلع هل في عامل مشترك قبل ما أبلش حل آه والله يا أستاذ كلهم فيهم إكسات ما في حد ثابت طب يلا خلينا نسحب الإكس لبرة صارت عندك إكس تربيع ناقص أربعة إكس زائد أربعة تساوي صفر آيوة اللي نتج عندك هون معادلة تربيعية طب نشوفها بتتحلل ولا لا لا في عندي عددين ضربهم أربعة آه ركزوا فيها عددين ضربهم أربعة جمعهم أربعة آه والله أستاذ فيه طب يلا قد ديها شو همه عندك هون إكس آه اثنين واثنين طب أستاذ كيف عرفت الإشارات على السريع أنا جيد قلت لك هاي دايما بتحطها لأكبر طب أستاذ ذو نفس العدد لحطها لأي واحد أضرب سالب ضرب موجب سالب إذن اثنين سالب من هذا الإكس لما تكون لحالها دايما إكس شو بتكون صفر من هون إكس بتساوي كم اثنين ومن هون أيضا إكس بتساوي اثنين لأنه قوسين متشابهين موضوع التحليل موضوع هاي المعادلات بهاي الطريقة ضروري جدا أنت كطالب تتعود على أنه أنت تحلها بشكل سريع الآن بموضوع المتباينات موضوع المتباينات ذكرته أنا هنا بشكل بسيط وهو سهل جدا طبعا شو فكرته فكرته لتحديد المجال الآن أنت هنا مثلا أنا والله يعني يعني مش كثير راح يمرون معك لكن إحنا هيك بشكل سريع أنت بدك تتعامل مع المتباينة زي ما بتتعامل مع مين مع المعادلة لكن عندك شغلة واحدة لما تيجي تقسملي على عدد سالب زي هاي الطريقة شو بيصير باتجاه المتباينة يقلب يقلب اتجاه المتباينة هاي هي الفكرة الوحيدة في المتباينات واللي هاي ممكن تمر معنا طب تيجي تقولوا سهل فرق من مربعين آه نفس الإشي الآن فرق من مربعين بدك تحل بدك تطلع المجال لكن الآن هاي الأفكار يعني خفت عشان كذكرتها أنا على الاحتياط وهون بعض المسائل عليها وهيك يعني بنكون إحنا حتى موضوع تحديد المجال بالنسبة للإقترانات اللي عندنا هنا راح نكون في الحصة القادمة بإذن الله إن شاء الله الله يعطيكم ألف عافية وبتمنى لكم التوفيق نشوفكم بالحصة الخامسة بإذن الله سلام عليكم